موسيقى الحمد لله وكفاء صلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحابته علام الهدى عزيزي المشاهد عزيزي الدارس تقيك في الحلقة الرابعة من أصول التربية الإسلامية وهي بعنوان الأصول الاعتقادية للتربية الإسلامية أصحبك في سياحة تربوية في رحاب هذه الحلقة الأصول الاعتقادية للتربية الإسلامية ولكن لا بد في البداية أن نتعرف على الأصول الاعتقادية المعنية في الحلقة الأصول الاعتقادية تعني معيار سلوك المسلم الذي يستند على العقيدة الإسلامية بأركانها المختلفة وأركان العقيدة الإيمان بالله الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب السماوية الإيمان بالرسل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالغدر خيره وشره أركان الإيمان نتعرف على هذه الأركان بالتفصيل غير الممل إن شاء الله من أركان الإيمان الإيمان بالله والإيمان بالله هو أساس الدين الإسلامي ويعني أن يؤمن الفرد بالله عز وجل ربا وأن يفرد الله عز وجل بالوحدانية الوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أقواله وفي أفعاله وأنه لا نظير له قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الإيمان بالإيمان بالملائكة الملائكة الملائكة هم مخلوقات نورانية يعبدون الله ولا يعصون له أمر مفطورون على الطاعة لكل فئة من الملائكة وظيفة محددة لا يحيد عنها لذا قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الإيمان بالكتب السماوية الكتب السماوية هي الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله وأنبيائه لطربة الناس بخالقهم وتقدم لهم المنهاج السليم والعقيدة السليمة الصحيحة والمعاملات والعبادات والأخلاق الفاضلة وهي مرجعية المسلمين وهي مصادر التشريع قال تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله يجب على المسلم أن يؤمن بأن هذه الكتب وما جاء فيها هي منزلة من عند الله عز وجل وأن ما جاء فيها صدقا أنه كلام الله عز وجل والله عز وجل متكلم وكلامه مقدس الإيمان بالرسل أرسل الله عز وجل الرسل بالحق لبيان الحق ولتبليغ الرسالات للبشر الرسل مبشرين ومنذرين قال تعالى وَلَغَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاقوت الله عز وجل أرسل الرسل لإن لا يكون للناس لإن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لأن الناس قد يحتجون يوم القيامة ويقولون أن الله عز وجل لم يرسل إلينا رسولا لذا أرسل الله عز وجل الرسل والرسل هم مرسلون حقا وصدقا وبتكليف واختيار واصطفاء من عند الله عز وجل هذا ما نؤمن به وندين به ويجب على المسلم أن يؤمن بالرسل وهذا من الأصول أيضا الإيمان باليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر هذا ركن من أركان الإيمان مرتبط بالتكليف والميزان والحساب وهو يوم القيامة والآيات تترى في كتاب الله عز وجل تتحدث عن يوم القيامة وأنه لا شك واقع عندما يأذن الله عز وجل في ذلك وهو يوم الحساب ويوم عرض الأعمال قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وقال تعالى أيضا يوم يفر المرء من أخيه الإيمان بالغدر خيره وشره هذا من الأصول لا يتم إيمان العبد ولا يكتمل إلا بإيمانه بالغضاء والغدر والمراد بالقدر وقوع الحوادث وفقا لحكم الله عز وجل فيها وهي إرادة الله عز وجل الأزلية الله عز وجل خلق الخلق وغدر الأغدار والآجال ولكل أجل كتاب لذلك الإيمان بالغدر خيره وشره من الأصول الإسلامية ويجب على المسلم أن يؤمن بالغضاء والغدر خيره وشره والإيمان بأن جميع الكائنات هي مخلوقات لله عز وجل بذواتها وصفاتها وأن حكم الله عز وجل ماض فيها الآثار التربوية لأركان الإيمان هذه هي الأركان التي ذكرناها سابقا لها آثار تربوية أولا تربية المسلم على العبودية الخالصة لله عز وجل الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان بالغضاء والغدر ترب المسلم على أنه عبد مخلوق لله عز وجل يتمثل مقام العبودية ويعمل على تحقيق هذا المقام وهو أشرف المقامات يرضى بحكم الله عز وجل في كل الأحوال لأنه مخلوق والله عز وجل هو الخالق لذلك أركان الإيمان تربى المسلم على العبودية الخالصة لله عز وجل ثانيا تربية المسلم على تحديد الهدف المسلم في حياته لا بد له من هدف محدد يعمل بكل جد واجتهاد منذ ميلاده وحتى مماته على بلوقه وأهم وأشرف هذه الأهداف عبادة الله عز وجل الواحد الأحد الفرض الصمت لأن الإنسان بلا هدف سيصل إلى مكان غير مطلوب أو غير مرغوب فيه فلذلك لا بد للمسلم من هدف وهدف المسلم الأول هو تحقيق ماهية الاستخلاف في الأرض قال تعالى وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون ثالثا من الآثار التربوية لأركان الإيمان تربية المسلم على محبة الله عز وجل يجب على المسلم أن يتحقق من هذا الأمر بالتدبر والتفكر في بديع صنع الله عز وجل الذي خلق هذا الكون قال تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فالإنسان يتدبر في مخلوقات الله عز وجل ويتفكر فيها ليتجذر الإيمان في قلبه ويتعمق الإيمان في قلبه وتسمو روحه ويرتبت أكثر بالله عز وجل ويقوى إيمانه وهذا مطلوب إن شاء الله من الآثار التربوية لأركان الإيمان تربية المسلم على العزة المسلم يستمد قوته وعزته من الله سبحانه وتعالى قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللبؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون المسلم عزيز بإيمانه المسلم عزيز بعقيدته المسلم يستمد عزته من دين الإسلام الذي أنزله الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خامسا من الآثار التربوية لأركان الإيمان تربية المسلم على الطمانين والتحرر من اليأس المسلم لا ييأس المسلم لا ييأس ولا يخشى فوات الرزق كيف يخشى المسلم الرزق وهو عبد الغني الله عز وجل حدد الأرزاق وغسم الأرزاق سلفا في كتابه منذ أن خلق الإنسان لذا قال تعالى وفي سماء رزقكم وما توعدون من الأهثار التربوية للإيمان بالقرآن الكريم تربية المسلم على الأخلاق الفاضلة القرآن الكريم هو حبل الله المتين فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحياتنا ومعاشنا ومعادنا لذلك الإنسان يتربى على الأخلاق الفاضلة لأن هذا القرآن كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا من الآثار التربوية للإيمان بالقرآن تربية المسلم على التفكير العلمي القائم على الدليل والبرهان المسلم يفكر بعقله لأن الله عز وجل كرم المسلم بالعقل لذلك قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين المسلم لا يصدق الخرافات ولا التخمينات وإنما يصدق بالدليل والبرهان والحجة ويعمل عقله ويفكر فيما لا يصادم الشريعة الإسلامية وبما لا يصادم الثوابت من الآثار التربوية للقرآن الكريم تربية المسلم على التدبر والتأمل وإعمال العقل المسلم يتفكر في مخلوقات الله عز وجل والآيات تترى في كتاب الله عز وجل تتحدث عن إعمال العقل والمشاهدة والتأمل في الكون وبديع صنع الله عز وجل لذا قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها ولا افتنظر في كثير من الآيات أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وكثير من المشاهدات وكثير من التصوير البياني والفني في القرآن الكريم يدعون إلى إعمال العقل فلذا المسلم يتأمل ويتدبر ليزداد إيمانا من الآثار التربوية للإيمان بالرسل من أهم هذه الآثار تربية المسلم على حسن التبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فالمسلم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي رسول ويتأسى بإبراهيم الخليل في دعوته ويتأسى بموسى في دعوته وصبره ويتأسى بأيوب في صبره ولذلك الإيمان بالرسل من آثاره التربوية أن المسلم يتدرب على الأمر بالمعروف وهداية الناس بالحسنة قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن من الآثار التربوية للإيمان بالرسل تربية المسلم على الأخذ بالشورى والحوار قال تعالى وشاورهم في العمر وإذا عزمت فتوكل على الله وهناك سورة كاملة في القرآن الكريم اسمها سورة الشورى تدعو الناس إلى الأخذ بالشورى والتزام الشورى ولذلك المسلم عندما يأخذ بمبدأ الشورى والحوار يكون رأيه صوابا وغالبا ما يحالفه التوفيق في كل أموره إن شاء الله تربية المسلم على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته حيا وميتا في أقواله وفي أفعاله قال تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله فيكم رسول الله بسنته وبهديه وبتعليماته الآثار التربوية للإيمان باليوم الآخر من أبرز هذه الآثار تربية المسلم على تقدير المسؤولية المسلم عندما يؤمن بأن اليوم الآخر واقع لا محالة كما أبان الله عز وجل في كتابه الكريم يغدر المسؤولية ويعمل لذلك اليوم فلذلك من الآثار التربوية للإيمان باليوم الآخر تقدير المسؤولية الشخصية قال الله عز وجل وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا من الآثار التربوية للإيمان باليوم الآخر تربية المسلم على قوة الإرادة المسلم صاحب إرادة وعزيمة يستمد قوته وعزته وإرادته من التزامه بدين الله عز وجل من الآثار التربوية للإيمان باليوم الآخر تربية المسلم على الخوف من المحصية الإنسان المسلم يخاف عزاب الله ويخشى عقابه لما يترتب على هذه المحصية من عواقب خيمة لذا يقوى إيمانه ويلتزم بالتعليمات الإسلامية وما جاء فيها الآثار التربوية للإيمان بالقدر تتمثل هذه الآثار في الآتي تربية المسلم على الطاعة وحسن التوكل المسلم يؤمن بالقدر وأن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وقدر حياته وموته لذلك هو يطيع الله عز وجل ويتوكل على الله عز وجل حق توكله من الآثار التربوية للإيمان بالقدر المسلم يعمل بنشاط وهمة وإتقان كما أبان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه من الآثار التربوية للإيمان بالقدر تربية المسلم على العزة فالمسلم يعلم أن الأمور كلها تجري بمغادر الله عز وجل فلا يفرح إذا أصابه خير لا يفرح فرح المختال وإنما يفرح الفرح الشرعي ويشكر الله عز وجل على توفيقه في الأمر المعين الذي كان ولا يحزن ولا يغنط إذا أصابه مكروه لأن الأمر أيضا مقدر من عند الله عز وجل من الآثار التربوية للإيمان بالقدر تربية المسلم على الأخذ بالأسباب المسلم يأخذ بالأسباب في كل شيء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذ بالأسباب عند حادثة الهجرة الشهيرة حيث أعد الراحلة وأخبر صاحبه أبا بكر واختار عريفا للطريق وأعد رجالا للتمويه وأعد دليل للطريق واختبى في غار ثور حتى خرج الرقب الميمون ووصل بتوفيق الله عز وجل إلى المدينة المنورة لذلك الأخذ بالأسباب هذا من الإيمان بالقدر الأصول التعبدية في الإسلام هذه الأصول التي ذكرناها سلفا تتمثل في الامتثال المطلق لله عز وجل امتثال أي رضاء وخضوع وخشوع لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه ومن أبرز هذه الأصول التعبدية في الإسلام الصلاة حيث أن إغامتها إغامة الصلاة إقامة للدين وترك الصلاة فيه إضاعة للدين وهي تعني الخشوع والخضوع والطمانينة وتقدير قيمة الوقت والانضباط وتحقيق الاتصال الروحي بالله عز وجل في اليوم خمسة مرات قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أيضا من الأمور التعبدية الزكاة الزكاة تعني التكافل والاطف ومحاربة البطالة والتسول وهذه الزكاة من فوائدها أنها تزكي النفس من الشرح والبخر وتسهم في تحقيق معاني التكافل والعدالة الاجتماعية في المجتمع المسلم حيث أن الأغنياء يتصدقون مما رزقهم الله ويخرجون زكاتهم ويعطونها إلى الفقراء فيحس الفقير بأن أخيه المسلم الغني يحس بألمه ويعطيه مما أعطاه الله عز وجل فيكون قريبا منه بتفكيره وبفهمه وبرؤاه الصوم الصوم عبادة تعني تربية النفس على مراقبة الله عز وجل في السر والعلن وحفظ الجوارح ونقاء الروح والإخلاص والعبودية الصادقة لله عز وجل حيث أن العبادة التي يتيلى فيها معاني الإخلاص في أبهى معانيها هي الصوم الحج قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله الحج عن التحرر المسلم من شواغل الدنيا والإغبال على الآخرة بكلياته لذا هو من الأصول الاجتماعية والثقافية للتربية الإسلامية الأسس الاجتماعية للتربية الإسلامية التربية كما أسلفنا هي عملية إنسانية اجتماعية تحقق أقصى قدر ممكن من النمو الذي يؤهل الإنسان للتكيف مع ذاته ومع المجتمع لذا تلبي التربية حاجات المجتمع ومطلوبات المجتمع وهذا من عطاء التربية للمجتمع قال تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فردا الإسلام دين اجتماعي يسعى إلى إقابة المجتمع الصالح وكثيرا ما رقب النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة قال صلى الله عليه وسلم يضو الله مع الجماعة هذا عند البخاري إنما يأكل الذئب من الغنم الغاصية بل هناك التوازن والتكافل الاجتماعي فالزكاة تحقق هذا الهدف الاجتماعي أي أن الأغنياء يعطون من أموالهم للفغراء ويحس الفغراء بعطف الأغنياء هذا دليل على التكافل الاجتماعي في الإسلام وأن هذه الفريضة تحقق معاني التكافل الاجتماعي هناك خصائص مميزة للمجتمع المسلم يمتاز المجتمع المسلم بصفات تجعله متميزا وفريدا على كل المجتمعات ومن أهم هذه الخصائص الربانية قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس أي أن المجتمع المسلم فيه الخيرية وهذه الخيرية ما نع لها إلا لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من خصائص المجتمع المسلم أن المرجعية في هذا المجتمع هي لله عز وجل في كل الأمور قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا غضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فكل الاختيار في المنشط والمكره هو لله عز وجل والمسلم يثير وفقا لأوامر الله عز وجل وهذا من الإيمان بالغضاء والغدر التكافل النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مرتبطة ارتباطا وثيقا بعقيدة التوحيد من خصائص المجتمع المسلم الاستغلالية عن النظم الوضعية في المصدر والنشاء الاستغلالية في الرأي وفي الرؤية والمصدر أنها ربانية من عند الله عز وجل والخصائص خصائص سامية وقيم فاضلة واتجاهات نبيلة دعا لها الإسلام أيضا من سمات المجتمع المسلم أنه مجتمع عالمي لكل الناس قال الله تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الإسلام لا يقرر العصبية ولا يعرف التعصب ولا الألوان وإنما المعيار الوحيد والمعيار للقياس هو التقوى الأصول النفسية للتربية الإسلامية يحدد علم النفس اتجاهات النمو وأبعاده ومطلوباته ويحدد الخصائص النفسية لكل مرحلة دراسية لذلك وردت كلمة النفس في الغرآن الكريم مفردة في أكثر من 126 مرات قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون وهناك أنواع من الأنفس النفس العمار بالسوء والنفس اللوامة والنفس المطمئنة وقد تناولت التربية الإسلامية كثير من قضايا النفس بالدراسة والاهتمام فاهتمت بالوراسة وبالبيئة وبالدوافع وبالحاجات نخلص إلى أن الشخصية المسلمة عبارة عن بنية قضية وأخلاقية ونفسية في ختام هذه الحلقة أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة على أمل أن ألقاكم في الحلقة الخامسة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة